في الحلقة الجديدة من مسلسل إيمانيت ستدق أجراس الحب بين نانا وبويراز وهكذا سيبدأ الحب الأول بين نانا وبويراز لأنه في الحلقة القادمة لن يتمكن بويراز من إخفاء حبه لنانا نتيجة لذلك سيبحث بويراز عن فرصة للاعتراف بحبه لنانا لكن بويراز لن يجد الفرصة أبداً للاعتراف بحبه لنانا لهذا السبب سيقرر بويراز أن ينح نانا مفاجأة لطيفة ستكون مفاجأة بويراز لنانا هي استحابها إلى الشاطئ من ناحية أخرى ستشعر نانا بالفضول بشأن المفاجأة التي سيصنعها لها بويراز سوف يقوم بويراز بتعصيب عيني نانا ويأخذها إلى الشاطئ في سيارته وهكذا ستنمو مشاهد الحب في مسلسلنا وتزدهر لأن نانا ستكون سعيدة جداً بمفاجأة بويراز سوف يركع بويراز أمام نانا ويناديني بالمرأة التي جعلتني أركع بسبب حبها باختصار سوف يعترف بويراز بحبه لنانا وهكذا سيبدأ حب نانا وبويراز لكن لسوء الحظ مشكلة كانسل ستبدأ في هذا الوقت عودة كانسل إلى القصر ستكون بفضل نانا لأن نانا سترى حالة شهين الحزينة وتتخذ قراراً نانا سوف تسامح كانسل على شهين وتعيدها إلى القصر حتى أن نانا ستقول أنه يمكننا مغادرة القصر مع يوسف لإسعاد كانسل لكن بويراز لن يسمح لنانا ويوسف بمغادرة القصر أبداً ومن ناحية أخرى ستزيد نانا من حبها الكانسل نانا ستذهب إلى كانسل وتعانقها ستقول نانا لكانسل أنني تحت أمرك من ناحية أخرى سوف يلعب كانسل بمشاعر نانا البريئة وكأنه يصخر منها حتى أن كانسل سيحاول قتل نانا ويوسف لكن نانا ستبقى صامتة رغم أنها تعرف الحقائق ستقول نانا أنه لا ينبغي لي أن أتجاوز حدودية جاه كانسل حتى لو آذتني حتى أن نانا سوف تنفر بويراز من أجل كانسل لكن لحسن الحظ سيكتشف بويراز الحقيقة وينقذ نانا من أن تكون دمية في يد كانسل وهكذا سوف يختفي كانسل من سلسلتنا إلى الأبد سيتم لمشمل بويراز ونانا مع بعضهم البعض إلى الأبد سوف تحمل نانا من بويراز حقيقة أن أي نور لم تقتل إسجي سيتم الكشف عنها بفضل سنان وهكذا سينهض حب سناني وأي نور من رماد من جديد لذا هل تعتقد أن نانا ستعيد كانسل إلى القصر بيديها؟ سأنتظر تعليقاتك أدنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم